مع كل مأزق سياسي واقتصادي تسارع حكومات العراق المتعاقبة ومنها حكومة السوداني إلى تنشيط ملف التعيينات بغض النظر عن العواقب الاقتصادية نهج السوداني هذا لاق انتقادات واسعة من قبل خبراء اقتصاديين لمعادلة التوظيف الحكومي التي بدأتها حكومة الإطار منذ مطلع عام 2023 عبر تثبيتها اكثر من 300 الف متعاقد في وظائف حكومية إلى جانب استحداث وظائف امنية زائدة عن الحاجة الفعلية بين فترة واخرى بينما بلغ مجموع اجور موظفي العقود والاجور اليومية اكثر من 60 تريليون دينار وهو الرقم الاعلى على الاطلاق بالنسبة لاجور هذه الشريحة يؤكد الخبراء الاستمرار في التعيينات الحكومية دون ضوابط واضحة وفي ظل اقتصاد مترنح وهش بفعل الفساد والعقوبات ينذر بعواقب وخيمة وفي موازاة ذلك الخطر ما زالت الحكومة تهمل احياء وتفعيل قطاعي الصناعة والزراعة كما ان دور القطاع الخاص شبه منعدم رغم اهميته في تشغيل عشرات الالاف من الخريجين والعاطلين وجذب المستثمرين وتنشيط السياحة والتجارة ودعم المنتج الوطني وبناء على ما سبق فان تصريحات السوداني تناقض افعاله فهو من جهة يحذر من ان موازنة الدولة لا يمكنها تحمل توظيف كل الخريجين في حين ان التوظيف ما زال مستمرا وباشراف السوداني نفسه ما يعني المزيد من الترهل الوظيفي والتضخم الذين سيؤديان بحسب تقارير مختصة الى امتصاص عوائد النفط وزيادة العجز في الموازنة بشكل لا يمكن مواجهته لا سيما في حال انخفاض اسعار النفط عالميا وبالمحصلة فانما لا يقل عن ثمانمائة الف خريج ومائتي الف اخرين من غير الخريجين سنويا يجدون انفسهم ضحية للسياسات الحكومية الفاشلة والتي تترك جيوشا من الشباب يواجهون مستقبلا مهنيا مجهولا اشترك جيوشا من الشباب اشترك جيوشا من الشباب اشترك جيوشا من الشباب اشترك جيوشا من الشباب اشترك جيوشا من الشباب